يقول والدي يعمل بالأجور اليومية عامل عامل بسيط بالأجور اليومية أسأل الله أن يعينه ويسر أبره يعني مو موظف إنما عامل بالأجور اليومية مو موظف على الملاك الدائم في شركة للمياه والموظفون يأخذون حق العمال الله أكبر موظف وعندك راتب وعلى الملاك الدائم و الله مفضل عليك ملاحق العمال اللي يجاين وتعبانين ويريد يأخذ الدينار والدينارين يجيبين خبز العيالة تأخذ حقهم أكيد هذا الموظف متنفذ إما صاحب إدارة أو عموما متنفذ يأخذون حق العمال وفي رمضان رأى أبي في المنام أنهم في غرفة يخرج منها دخان أسود والنار ملتهبة بهم وأبي فتح لهم الباب منهم ذو الموظفين اللي يأخذون جرع العمال ووجههم سوداء وهو يدعو ويتحسب عليهم دائما بالدنيا دائما يتحسب عليهم أنا حقيقة دائما أقول إحنا ما نفسر أحلام في يعني بالبرنامج لكن هنا عبرة موعظة مرد فسر حلم إن مرد وجه نصيحة وصية لأولئك الرؤى قد تكون مبشرات وقد تكون انذارا إذا كان أحد يسمعني لأن هذا السؤال خاص بدائرة معينة وعام لكل الدوائر شوفوا ياللي تأخذون حقوق الناس هاي الله سبحانه وتعالى شوف عبرة والمنامات من رسائل الله لعباده أحيانا الرائي مجرسة عبريد الله ديزر الرسالة قال لو وصلها العبادي لأن الوحي انقطع بعد ما كنا بيجي ثالث نبوه برسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا وصف الله تعالى أهل جهنم أو صنف من أهل النار قال وَتَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ فِي جَهْنَمَ مَثْوَلِ الْمُتَكَبْرِينَ وجوههم مسودة هنا الرجل شاف وجوههم مسودة بالدخان الأب فتح الباب وطلعوا وشافهم ما معنى هذا الرؤية هذا الرؤية أن الله تعالى سيخزيهم ويكون هذا الرجل شاهدا عليهم قد يكون الخزي في الدنيا ولكن على الأقل في الآخرة لأن هذا الرجل هو المظلوم الذي يتحسب عليهم كما ذكر الأخ يتحسب ويدعو عليهم دائما لأنهم يأكلون حقه وهو مستضعف لا حول ولا قوة وذول الموظفين أكيد مسنودين إذا ممن الإدارة مسنودين من أحزاب حاكمة بين 100% ولا مو قوترا يواحد يأخذ حق واحد فهنا ستسود وجوه ربما في الدنيا ويكون الأب يعني يكون الله تعالى يشفي صدره عندما ينظر إلى من ظلمه أو ربما في الآخرة عندما يكون أبوك في الجنة مع المظلومين ينظر إليهم ويحترقون ووجوههم مسودة في نار جهنم ونسأل الله تعالى السلامة والعافية